انا عارف ان انت قبل بداية الموسم ده قبل ما تروح امبي كنت في كلام ان انت ممكن تروح نادي الزبالك كم ده مظبوط اه كابتن طريق السيد طبعا كان مرشحني مع كابتن امير وكان على طول على تواصل معايا وكان يعني بنسبة كبيرة كان الموضوع يعني يعني ماشي في الطريق يعني كويس فبرده جت فجأة كده الموضوع وقف ما عرفش يعني ليه يعني وبرده كابتن طريق يعني بصراحة هو اللي كان في الموضوع ده كان شغال جيمد يعني هو بحكم ان هو كان مسكن في النصر وعارف ان انا يعني السنة اللي انا كنت معاه في النصر دي فنشت هدفت دور الدرجة التانية معاه فهو حب ان هو يعني يعني لهو يخدم لهو يعني فيه لعيب كويس وكان فيه كذا فرقة برضه يعني قبل امبي برضه كان فيه الاتحاد واسموح كابتن طريق بعد المباراة كلمت اه طبعا هنك اه صراحة لا اقول لي عليك ايه كلمني بصراحة قال لي او كلمني قبل الماتش بصراحة قال لي انا عايزك تعمل الماتش كويس وتظهر بمستوى كويس تباين للناس كلها لان انا يعني كلامي اللي انا بتكلمه عليك لما بطلع في الاعلام يعني يكون مظبوط تقولوا ان شاء الله فبعد الماتش يكلمني قال لي انا عايزك تعمل الماتش كويس مش تجيب جون اه يا مودي فرقيته برضه الزمالك انا عايزك تعمل الماتش كويس بس ما تتعدلش هنان بصراحة هو بصراحة شخصية جميلة جدا ومحترم جدا هاي ازاي بقى ان ضمت الامبي والله هي هي يعني الموضوع خلص في يومين ثلاثة بالزبط ما خدش كتير هو الموضوع الاول جاء عن طريق الوكيل بتاعي عماد لقيته بيكلمني ما كانش يعني موضوع انبي ما كانش موجود في الصورة اصلا يعني هو انا كان فيه الاتحاد الحج محمد وكان كابتن امير الحزين وكابتن سيد مرعي هما اللي كانوا متولينين الموضوع فالموضوع وقف على حاجات بسيطة بس بعد ما موضوع انبي بدأ يخلص لقيته يعني كان هما برضو حبوا المنا بقى موجود بس خلاص كان ساعة بقى انا ادتي الناس كلمة ولقيت الموضوع خلص في يومين ثلاثة كابتن مرعي محمد كلمني اللي هو مدير التعاقدات في نادي انبي ده بصراحة يعتبر الاب الروحي هناك بتاعي هو اللي عمل كل حاجة بصراحة كلمني رحت عادتي معاه الاول بعد كده تاني يوم عملت الكشف التبي ثالث يوم عادتي مع سيد ايمن الشريعي الشيكوسي للنادي والموضوع خلص في يومين ثلاثة بالزرعة ما كنتش ألان مثلا ان الانبي السنة دي شوية الفرقة فيها نجوم كتيرة مشيت ممكن ما يقدمش نفس المستوى بتاع الموسم الماضي ما إليتش ان انت داخل على الممتاز مرة أخرى فالأمور ما تبقاش أحسر حاجة هو الموضوع طبعا يعني ان انت يعني النجوم بتاعت الفرقة دي يعني يمشوا وبعدين ما كانوش نجوم يعني يعتبر أساسيات الفرقة يعني كان عموكة ومصطفى شلبي يعتبر هما ومحمود جاد طبعا هما الثلاثة كانوا من أعمدة الفرقة طبعا فلما الثلاثة دولت يتشالوا من فرقة فطبعا الفرقة يعني برضو اللعبة برضو بتبقى حاسة ان فيه نقص كبير بس الصفقات اللي تعمل بصراحة يعني صفقات محترمة وإحنا ملحقناش برضو بصراحة الموضوع الدوري اتلحم في بعضه والفترة ما كانتش كبيرة فالانسجام لسه ما حصلش فيه لعبة كتير يعني النادي قيم بعمل 18 صفقة صح كتير يعني برضو يعني فترة التوقف دي هي هتفيدنا بقى ان احنا اللعبة كلها تبقى انا ما شكتش فيه لحظة وحش في الجزء صراحة يعني اربع ما تشد صراحة طوال يعني بس يعني الحمد لله اللي احنا قدرنا يعني البنتين اللي احنا خدناهم خدناهم من فريتين كبار صح سواء الزمالك أو عابلنا سوق حظ في ماتش الجيش يعني احنا كنا بدقين كويس وكنا كسبانين فمالحقناش يعني اول ما جدنا الجون مالحقناش ما كملناش خمس ده ودخل فينا التعادل فالموضوع برضو ماتش المصري برضو جينا في الداية 75 دخل فينا جون موضوع برضو يعني عشان خاطر برضو لسه الانسجام برضو يعني بعد التوقف ده ان شاء الله فريتينبا تبقى كويس تفرق معاكم فاطر التوقف دي؟ اه طبعا جدا 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 هتفرق معنا ان احنا كمان يعني هتبقى اللعبة كلها يعني عرفنا بعض اكتر عرفنا ان احنا مثلا يعني مثلا كل الناس تبقى دخلت في بعض وعارفة امكانيات كالو شايدة وعارفة امكانيات عبواطي امكانيات اوفا امكانيات اللعبة كتير اللي انضمت ايريك في لعبة لسه برضو يعني اللي هو هتاخد على الجو تنساجم اه طبعا وكابتنا احمد كوشري بيعرف يتعامل مع الزلوز اه طبعا بصراحة يعني كابتنا احمد كوشري من الشخصيات المحترمة جدا وشخصية يعني جميلة جدا اللي هو يعني انت تحب اللي انت تبقى عايز تتمرم معا اللي هو مش مش مصعب الدنيا يعني هو كل حاجة يعني بيبسطلك الدنيا غير الكابتن احمد كوشري لأنه يتعامل معنا كأنه أب ليس يتعامل مدير فني وبعدين كان اللعبة كلها تحب أنها تكون معاه وكابتن تاري السيد أيضا من الناس والشاية حلوة علي مثلا جي مسك معنا 9 مطشاط في المسم ده كنت في التسعة مطشاط دلك كابتن سيد قدمشي في التسعة مطشاط كنت مثلا جاي بجنين أو تلت تجوان أول ما كابتن تاري جاي فنشت الدولة 13 جون أو 14 جون فهو من المدربين إن أنا برضو كان مش شاحل عليها جدا وأنا بحب كابتن تاري طبعا